فرصة الصيف والأجازات وخصوصا لما بيكون عندنا وقت نكون موجودين على البحر أو موجودين في أي أجازة بتبقى فكرة إنك كمان ممكن تدي نفسك أجازة مثلا تشتغل عندك ضغط في العمل فإيه اللي هيريحك إنك تقرأ وإن يكون معاك كتاب أو إن الثقافة تاخدك لعالم تاني فكرة إني أتعود على إن يكون معايا كتاب وإني أعود كمان أسرتي أو عائلتي أو أطفالي الصغيرين إن هم يبقوا دايما بصحبة الكتاب في شنطتهم الصغيرة لما بيشوفوا باباهم أو مامتهم بيقرؤ هم كمان بعد فترة بتبقى عادة خلينا كده ناخد وندي مع يعني عمر المعداوي عمر الحقيقة زرنا قبل كده في التساع وبيتكلم دايما عن محتوى رقمي عن الكتب والثقافة خلينا كده نستضيفه وخلينا كده نروح معاه في عالم الكتب مساء الخير يا عمر مساء النور مدام شايف كده يا حضرت يعني فكرة إنه أنا بحلم إنه أشوف الناس على طول الكتب أو الإراءة يعني زمان كان المصريين بتاع هتلاقي معك جورنان فكرة الجورنان اللي شايله على طول يعني لكن فكرة الكتاب في الأجازة دي فكرة لطيفة جدا نبدأ تعودنا على بقية السنة اللي يبقى معنا الكتاب بالضبط وهو يعني فكرة الصيف وفكرة الأجازة أن أنا أعمل حاجة مختلفة إحنا طول السنة ما بين الشغل وما بين الدغوطات وكلنا أو أغلبنا مسكين الموبايل على طول صح يعني بدل ما إبني على طول مع الموبايل أنا ممكن أحوله لكتاب صغير بالضبط يعني بس لازم أعمله نوع من أنواع الجذب تعالى كده نعمل إيه؟ يعني نتي شوية مقترحات في حاجات الناس تقرأيه أولا أنت لو رايح أجازة ما تاخدش معك كتاب تقيل تقيل سواء تقيل فعلا يعني كتاب كبير مش هتقدر تخلصه أو كتاب يعني الموضوع صعب أو تاريخي أو إلا خد معاك حاجة خفيفة حاجة تتبسط بيها حاجة في موضوع أنت حب أو رواية كان نفسك تقرأم ما تيجي نقسمها أعمار يعني تعالى نقول الشباب مثلا هيحبه والأطفال أكيد قصص وحاجات لطيفة لكن الشباب مثلا ممكن نديهم إيه؟ والكبار شوية حبوا يقروا إيه؟ خلينا نروح لمرحلة الشباب الأول ونقول لهم أنت ممكن فيه كتب كده لطيفة ممكن تعمل لك كمان تخلي مودك أحسن أنا دايما بخترح أن الشباب الشباب دلوقتي كله بيتفرج على المسلسلات ونيتفليكس والمنصات الكتيرة جدا أنا أشوف إيه الفيلم اللي عجبه أو المسلسل اللي هو بيتابعه ويكون عامل قصته أجيب له قصته وأجيب له الرواية خصوصا فيه حركة ترجمة كبيرة جدا صحيح حصلة في دور النشر المصرية والعربية خلال الخمس سنين اللي فاتوا فالحاجة على طول بتترجم أول بأول أو حتى جيب له النسخة الأجنبية طيما تتدينا عمسل أنا بكتب معاك أهو والله فيه كتير Game of Thrones دي معمولة ككتاب لهو كانت مثلا اتفرج عليه فيه حاجة اسمها جين الحافي دي كوميكس ياباني أه حاجات بتضحك آآ آآ يعني حلوة جدا يعني رواية مصورة لو هو مثلا بيتفرج على باتمان جوكر سلاح في النينجا الحاجات دي الحاجات دي هلين روايات المصورة بتاعته فأنا شوف ابني أصلا بيحب إيه زي سلسلة هاري بوتر يعني العالم كله عايز معيها وكل اللي أرى السلسلة هي من خمس أجزاء سواء بالإنجليش أو بالعرب كل اللي أرى السلسلة بتاعت هاري بوتر يقول إن هي أفضل مئة مرة من الأفلام لأن حقق ملايين النسخ والترجمة بعشرات اللغات حوالي العالم حققت فعلا نجاح أكبر من الأفلام بكتير جدا أكيد أنا شخصين بحب الكتاب الورقين طبعا أنا جيل قديم ولكن أنا ممكن بقى إيه أبدأ ألعب مع الولاد والشباب اللي مش عايز يمسك الكتاب فبما إنه ماسك الموبايل 24 ساعة فإذا هناك فيه تطبيقات كتير دلوقتي وكتب صوتية وتطبيقات كتير عليها كتب مختلفة بدل ما يلعب فيه جيمز أو ألعاب فممكن يقرأ كتاب إيه لمتوفر في ده بالنسبة لهم؟ فيه كتب صوتية وفيه كتب إلكترونية ميزة الكتب الصوتية أنا شايفة أكتر حاجة في الطريق خصوصا إحنا مثلا رايحين السحل الشمالي رايحين سينة فالطريق أقل حاجة ثلاث ساعات أو أربع ساعات صحيح طبعا نيجي نتفع على كتاب حلو نسمعه في الطريق بدل ما نسمع أغاني أو كي يكون الكتاب مطيف معي سمعتي وأسمع الكتاب بالضبط وحتى مش لازم يكون رواية علشان ما أفصلش أو مثلا أوصل وما كونش لسه خلصت الرواية لا الأفضل مثلا هو يكون كتاب نون فكشن كتاب فصول بحيث أن أنا لو قفت عند فصل معين أعرف أكام دي مثلا أشوف كتاب مثلا أنا طريقي ثلاث ساعات أشوف كتاب ثلاث ساعات تمام لو أنا قعد على البحر مش لازم يبقى معي كتاب ورقي وأنا معي الموبايل أشوف الكتاب المناسب لي على أي تطبيق من التطبيقات البيتمنتشرة جدا دلوقتي والميزة كمان إنه لو معجبنيش الكتاب ممكن أبدأ في غيره أنزل غيره وأبدأ في تاني صح أنا ممكن أعمله داونلود حتى قبل ما أطلع الأجازة فما بقاش محمل قوي على التليفون فيبقى موجود وأقدر أعود أقرأ بالضبط لأنها حتى من ضمن النصايح أن أنت لازم تروح بكذا كتاب بحيث أنه لو معجبكش أول كتاب تخش على التاني أو التالب بس ميزة التطبيقات إنه هيبقى معك مئات الكتب ممكن تتنقل ما بينها براحتك جبه فيه ناس بتحب قبل ما تقرأ الكتب تروح لريفيو فأنت برضو بتنصحه أنه لو هو مثلا زي ما أنت قلت أكتر من كتاب فهو يقرأ الريفيو بتاعها الأول ويختار بعد كده إيه اللي هو هيبقى ميالي خصوصا الكتب الشهيرة كذا حد هلاقي سواء ريفيو مكتوب أو حتى زي ما أنا بعمل ريفيوهات على يوتيوب هلاقي لو عمل سيرش على يوتيوب وعمل سيرش على فيسبوك المجموعات القراءة دايما الكتب المشهورة هتلاقي الناس قريطة وبتكتب رأيها عنها فده مهم فعلا أنه هو قبل ما يخش في الكتاب ومثلا يوصل لربعه ويكتشف أنه هو مش عاجبه أو مش دا للحاجة فيغير حاجة تاني خليني كده أحط نفسي مكان حد يقولك أنا بقى هرايح الأجازة كمان أقرأ أنا عايز يعني فيه ناس يعني أنا عايز أشده أنه يقرأ لأنه لما هيقرأ هيستمتع جدا إزاي نقدر نشده أشده بالمجال اللي هو أصلا بيحبه يعني هو بيحب الكورة طبعا فيه كتب عن الكورة طبعا فيه كتب عن تاريخ الكورة سواء مصرية وعربية وأجنبية وعن فرق بعينها وعن نوادي بعينها وعن لعيبة بعينهم بتحب ميسي فيه كتب عن ميسي بتحب مارادونا فيه كتب عن مارادونا بتحب الدوري الإنجليزي فيه كتب عن الدوري الإنجليزي صحيح بتحب إيه بتحب الأفلام فيه كتب عن الأفلام المصرية والأجنبية فيه روايات عن الأفلام صحيح بتحب الموسيقى فيه كتب عن الموسيقى فأنا أدخله بالهو أصلا بيحبه بالهو أصلا بيحبه عشان أشده طب إحنا كمان عندنا يعني فيه أجيال كتير ما كانش عندها الفرصة دلوقتي لا تتابع الأفلام ولا تقرأ روايات بالنسبة لأدباءنا وكتابنا الكبار اللي انت بتنصحه إن هو يقدر يعني إيه أب أنا مثلا عايز أعمل ثقافة جديدة لابني يعرف مين قد ابنا كبير نجيب محفوظ مين إحسان عبدالقدوس مين يوسف إدريس مع حفظ الألقاب للجامعة وفي نفس الوقت مش عايز أجيب له كل الروايات دي أساعده إزاي مقالات أقوال أعمل إيه أبدأ له بالحاجات البسيطة مش لازم عشان أعرف شاب على نجيب محفوظ مثلا أنا أجيب له أولاد حريطنا طب ما نجيب محفوظ عنده روايات قصيرة وصيرة وحلوة وهتخلص معاه بسرعة وممكن يكون مثلا شاف مشهد من فيلم اللي اتعمل منه أيوة يعني أشده من الرواية اللي يكون لها فيلم بالنسبة له وسهلة فيشوف توفيل حكيم مثلا دي زي قصص فلسفية وصيرة دي تشد الشباب جدا وهكذا أنا عايزة أقولك أنها ممكن قوي القديم الكبير عبد الحميد جودة الصحار وفيلم مراتي مدير عام ليها رواية أصلا لزيء فدي ممكن تبقى لطيفة أننا حتى ناس شايفت الأفلام دي ترجع ترى الروايات هتلاقي فيها برضو شكلتين مسلسل مثلا لا أنا أعيش في جلباب مظبوط ليه ده ما فيش حد ما شافش المسلسل ليه رواية طب أنا ليه ما أجبهاش مثلا لابني وهو لسه شايف معايا مسلسل من كام يوم فبالتالي هو هيتعود ويقرأ ويحس أنه هو أضفت له حاجات كتير مثلا أبرائي أنه يعني الأديب وصحفي كبير أنيس منصور يعني كتبه حول العالم ممكن تشد كتير من الشباب وتعرفهم حاجات كتير بالضبط برضو ده اقتراح جميل جدا على الصيف وعلى البحر أنت ممكن تقرأ كتاب عن الرحلات تخطط وانت كده على البحر والسحل الشمالي تخطط لأجازتك الجاية مثلا هي تكون في مكان جديد تقرأ عن العوالم والمدن الجديدة اللي أنت نفسك تزور وممكن حاجة كمان أنا ممكن أنا وانا شاب لسا مقبل على مثلا تجربة عمل أو مقبل على تغيير وظيفة أو كده أقرأ كتب اللي هي بتساعدة الكتب اللي بنسميها سيلف هيلب دي اللي بتساعدك الصديقة زي سيكريتس باور اوف ناو الطاقة والأسرار والحاجات دي بتدي طاقة إيجابية جدا يعني ممكن ياخد الكتب دي صغيرة كمان موجودة آه يعني كمان أنا نسا بقرأ كتاب حالين اسمهم متعة عدم الكمال كتاب مترجم آه متعة عدم الكمال آه للأشخاص اللي هما ما بيبدأوش في حاجة غير لما تكون مثالية 100% فبالتالي عمالين يسوفوا المهام اللي عليهم أنا لازم علشان أبدأ في حاجة تكون ما فيهاش غلطة هو بيحاول ان هو يساعد الناس دي ان هما لا ابدأ في الحاجة هتبقى النهاردة 60% بعد كده تبقى 70% هتقلي تاني بعد كده هتستفيد من أخطائك بس أن أهم حاجة أن أنت تبدأ فأنا لما أقرأ كتاب زي ده وبسيط تقليل 120 صفحة هيساعدني حتى لما أرجع لشغلي أرجع لحياة العملية أحاسس أن أنا فرق معي الصيف أن أنا قريت الكتاب ده والكتاب ده كان معايا وبعين الكتب بتبقى صديقة يعني فكرة أن أنا مش لوحدي يعني معايا في شنطة البحر معايا في شنطة الأجازة كتاب صغير الأفضل أن أنا أشدهم بأغلفة لمن لا يقرؤون بأغلفة وكتب وعنوين أو أشدهم بمحتوى اللي اتنين يعني زي ما قلنا الحاجات اللي ليها مسلسلات أو أفلام هم الناشرين بقوا يحطوا البوستر بتاع الفيلم أو البوستر بتاع المسلسل على الكتاب أو على الرواية علشان يشد الشاب أنه لما يخش المكتبة أنا شفت المسلسل ده أنا عايزة الكتاب ده فهو ممكن حتى اقتراح فإذا الغلاف ممكن يشد اللي أنا أشتريه بالضبط حتى أنا قبل مما روح الأجازة أخذ ابني المكتبة واسيبه هو يختار هو يختار هو أكيد هيطلع بحي تعالي ناخد اللي هو كتاب الصيف أو كتاب الأجازة بالضبط وعلى فكرة بيبقوا موجودين حتى في الأماكن اللي بنتسوق فيها على الطريق بتلاقي كده مكان في كتب في حاجة كمان اللي هو عارف فكرة الصيف اللي هو في الصيف لازم نحب فالحب والمشاعر كتب كتير بقى يعني كيف تختاري عريسا كيف تختار زوجة يعني الحاجات دي ممكن تبقى لطيفة كمان في الصيف آه يعني كتب طبعا للعلاقات الاجتماعية أحسن إزاي علاقتي بشريكة الحياة بزملائي في العمل بأسريتي الحاجات دي فعلا الفترة اللي فاتت خصوصا الكتب المترجمة وكمان بدأ كتب عربي يكتبوا في المواضيع دي بتبقى يعني لطيفة جدا دكتور محمد طه زي ما بيقول لي زملنا العزيز مصطفى حمدي عمل شغل حلو جدا بالزبط آه في كتب كتير جدا خصوصا فعلا مترجمات وشغل الترجمة فعلا بقى له سنين قوي جدا وحتى الكتب بيبقى خلاص إصدار اللغة بالإنجليزي السنة اللي فاتت أو السنة دي وتلاقيه مترجم في نفس السنة سلام دا ما كانش بيحصل من خمس ست سنين هل ممكن أعمل عملية تحفيز للإراية يعني أنا كمان كأم لما ابني بيشوفني وأنا معايا كتاب أو بنتي هي كمان بتبقى حاسة أن أنا علاقتي بالكتاب هي بتشوفها بتعجيبها هل ممكن أعملهم تحفيز لو قريدتي الكتاب دا الكتاب التاني أنا هجيبه لك أو هعزمك على حاجة أو فكرة أن إحنا إقرأ الكتاب وتعالى قلنا شفت فيه إيه فيبقى حاسس أنه هو هيحكي الكتاب فكرة حكي الكتاب أحنا ممكن كمان نعمل تدريب أو حاجة تكون حلوة أشوف هو مثلا بيهب قصة إيه مثلا قصة خدف المدرسة أو عجبته ونشوف الآي آي أو الزكاة الإصطناعي نسأله مثلا نغير لنا نهاية قصة سندريلا هدي حلوة قوي يعني إحنا كده كمان بنعلم الولاد يدخل على الزكاة الإصطناعي يقوله ماذا لو لم تكن سندريلا يعني رأة الأمير يعني إيه اللي هيحصل غير النهاية خصوصا الأطفال الزغيرين يبقى خيلهم فعلا واسع وهيطلع إجابات أحسن كمان من الزكاة الإصطناعي طيب إحنا مع أولادنا ما نعملش التاملين ده كل فترة والتاني بالزبط فبالتالي هو هيفكر يقول مثلا ممكن سندريلا لازم يقرأ القصة الأول بالزبط فممكن سندريلا ده بالنسبة للصغيرين والأقزام السبعة ولو مثلا الأميرة ما نميتش أو الحاجات الأفلام تاديزني والحاجات اللي بيشوفها على التلفزيون كل دي جاية من قصص ممكن يعني ده يبقى فعلا تدريب حلو جدا ويزيد التربط ما بين الأسرة هل ممكن أقول كمان ابني حاجة لطيفة خليني أقول إن عمر كمان موجود على اليوتيوب بشكل كبير هل ممكن أقوله بعد ما تخلص الكتاب اطلع لايف من على موبايلك وحكي الكتاب لصحابك دي ممكن تساعد بده يقرأ ممكن بس مش عارف لازم يعملها بطريقة إيه تشد برضو الشباب شوي طبعا يعني فكرة إن هو يطلع بس يتكلم كده أنا عايزة يحكي الكتاب يعني يتعود إنه فهيخلص كتاب فهيتشد يقرأ كتاب اللي بعده وهكذا خصوصا لو عملوا مثلا في نص دقيقة بالزرع أو في دقيقة أيوة فالناس هنا ممكن تتفرج أكتر عليه أيوة وفعلا ممكن يشد السن الزغير أكتر أو على صفحات الفيسبوك اللي هو أنا قريد كذا الناس اللي بترشح لبعض كتب يعني فكرة برضو إن أنا قبل ما أطلع الأجازة أدخل على إحدى الصفحات المهمة اللي بترشح كتب أو على موقع زي ما أنت عامل كده في اليوتيوب وأقرأ هل أنت ممكن بتعمل حاجة كده في الصيف ترشحات للناس؟ أنت بتعمل طول الوقت ترشحات بس أصد الصيف بقى وتشجيع الناس إنها تقرأ دايما يعني أكتر وقت الناس بتقرأ في معرض الكتاب اللي بيبقى في الشتة طبعا والصيف يعني هما دول أكتر حاجتين كله بيطلع الكتب اللي عنده أو حتى في الأجازة نصف السنة الكتب اللي إحنا اشتريناها من المعرض بنبتدي إن إحنا نقراها في أجازة الصيف الكتاب تحلو القصة دي يا شباب بتاعت الكاتب أه سيد هشام الخشن أه سيد هشام الخشن أنا قريتها نعومي وإخواتها من القصص اللطيفة جدا هيت بنفعل الصيف قوي على فكرة آه ما دي اختيار أنا قريتها على فكرة دي اختيارك اختياري أنا قريت القصة دي وأنا بحب الكاتب هشام الخشن كتير لأنه عنده حاجات مختلفة بالضبط ورواياته لطيفة والجملة عنده بسيطة آه لا يعني هو مهندس على هو مهندس أصلا حقيقة يا لا كتاباته حلوة جدا وغير حتى الرواية دي رواياته كلها تنفع للصيف فانت بترشحها آه برشحها ما انت بتقرأ ايه ودي ايه عم تغريب دي تغريبة القفر أيوه زهران القاسيمي دي الرواية لكسبة البوكر السندي كسبة البوكر السندي ده بقى للمهتمين قوي أنا شخصيا ما قريتهاش فأعتقد أن أنا ممكن كمان أقراه حلوة جدا دي الرواية من اندونيسيا الرجل النمرة آه ترجمة أحمد الشافعي برضو ودي من الحاجات الحلوة أنه أنا كمان أقرأ لثقافات أخرى والناس تانية بالزبط وهنا كمان آه رواية المستشار أرشح في العشماوي الجديدة السرعة القصوى صفر آه برضو بتدور في عصر الملكية وهو العصر المحبب لي والله هو أيوه بالزبط العصر ده الحقيقة الكتابات فيه كتيرا ده مكتبة عظيمة في هذا العصر حقيقة كلها حاجات أحلى بالبعض المهم أن الناس تقرأ وأن الناس تتعلم القراية وبحلم بفكرة أنه أدخل المترو فلاقي الناس بدل ما بتبص في وش بعد كله بيقرأ أو أدخل للأوتوبيس ألاقي الناس باقي بتقرأ ده يعني نتمنى يعني منه خصوصاً حيبقى عندنا وسائل مواصلات حديثة إن شاء الله وجديدة والقاهرة كبرت فالوقت طويل جداً في المترو فالناس تبقى منشغلة بالقراءة يعني حتى لو كتاب على الموبايل أو حتى لو حطت أنت اللي هيتفون في ودنك وبتسمع كتاب أي نوع من القراءة فهو أكيد دايماً مفيد أكيد أنا بشكرك شكراً جزيلاً شكراً وأتمنى لك التوفيق ودايماً كده بتحطنا على حاجات كده لطيفة بشكرك شكراً يعني عمر المعداوي الحقيقة بيقدم محتوى رقمي دايماً على كتب الثقافة شكراً جزيلاً يا عمر شكراً مدام شكراً حناخدكم زي ما أنتو كده روحنا معاكم بنحاول كده ناخد وندي معاكم على الكتب والثقافة زي ما بنتكلم على ده لكن ما بننساش أبداً إن إحنا أهل الغنى بقى نحب الغنى والبحر فما بالمهرجان العرامين اللي بيتقلق الحقيقة لحد يوم 26 أغسطس بحفلات متنوعة وجميلة وكامل العدد هنروح بعد قليل إلى العالمين علشان نمتعكم ونتكلم أكتر على هذا المهرجان ونشوف اللي بيحصل كمان في مهرجان العالمين كونوا معنا